اشتركوا في القناة هذه المعلومات التي نشرتها الصحيفة نفى موقع الحلنت عن مصادر خاصة من مدينة حلب اعتقال قاطرجي سنتوقف مع تفاصيل الخبر وأبعاده وخلفياته ومستقبل شخصه لكن بعد متابعة القصة الآتية القاطرجي اسم لم يكن يعرفه السوريون في السابق لكنه ارتبط خلال السنوات الأخيرة بتهريب المحروقات والحبوب من شمال شرق سوريا إلى مناطق النظام حسام أحمد قاطرجي أحد أذرع النظام الاقتصادية الذي خرج للحضن الروسي يقبع اليوم في أحد المعتقلات الأمنية بتهمة غير معروفة أعماله علقت وحساباته جمدت بحسب مصادر خاصة لصحيفة جسر روسيا دعمت مجموعة قاطرجي نهاية العام الماضي لمزاحمة الشركات المحسوبة بولائها على النفوذ الإيرانية في محافظة حلب حيث تمتلك المجموعة نحو 60% من المنشآت الصناعية في منطقة شقييف ونحو نصف المنشآت في منطقة الشيخ نجار الصناعية بالإضافة إلى حصولها على استثمار طويل الأمد من مجلس محافظة حلب بعد الضغوط الروسية الصحيفة ونقلا عن مصادرها قالت أن حسان قاطرجي دخل صراعا علني مع رجل أعمال المحسوب على النظام محمد حمشو حول عمليات النقل النفط من شرقي الفرات الأمر الذي أدى إلى تصادمهما وتوقف عمليات التهرب بشكل كامل عبر المعبر الذي يديره مدلول العزيز عضو مجلس الشعب ليبدأ النظام باستجرار النفط من تاجر جديد يدعى الجبان الذي يمرره عبر معبر التائها في ريف مدينة منبيج القاطرجي قفاز النظام في التعامل التجاري مع تنظيم الدولة حين سيطر على المناطق الشرقية ثم قوات سوريا الديمقراطية قسد وتحول خلال السنوات الماضية من زعيم ميليشيا مسلحة إلى ممثل لمجموعة كبيرة من الشركات التجارية والسياحية والنفطية ثم أصبح عضوا في البرلمان فهل انتهى دور القاطرجي إلى هنا لتظهر واجهة اقتصادية أخرى للنظام سؤال ستكون الإجابة عنه واضحة خلال الفترة المقبلة ونرحب بضيفنا من الكويت الكاتب والباحث السياسي ياسر العيادة مرحبا بك سيد ياسر صحيفة جسر قالت أن النظام اعتقل حسان قاطرجي لينفي موقع الحل منذ قليل هذا الخبر وكلهما يتناقلان الموضوع عن مصادر خاصة ما رأيك ما هو الخبر الصحيحة؟ هل هناك أي معلومات حول مصير قاطرجي؟ يسعد مسائك أخي الكريم ومسائك الخير لك أعتقد أن الخبر لا يزال جديدا كما يقال لم نتأكد من المعلومات من مدى صحة هذه المعلومة إن فعلا تم اعتقاله أو تم تجميد أمواله أو ما إلى ومالك أنا باعتقادي في النهاية الكل سيجمد والكل سيكون لهم شيء آخر على اعتبار أن هذه الحجرات أو القطط السمان التي تضخمت لظروف معينة أو جدها النظام أصلا يعني قاطرجي حسان مبراط قاطرجي هما سوى رجولين مخابرات لأجهزة نظام معينة كانت الضرورة تقتضي بأن ينتفخها بهذه الصورة وأن يتولي مهمة عملية نقل النفط وأنا لست مع مصطلح تهريب النفط التهريب يكون من جهة تقوم بدون علم أطراف السلطة أو النظام أو الطرف الآخر ويجري هو عملية رسمية بعقول رسمية بين قسد والنظام يتم من خلالها عملية نقل النفط من مناطق الشمال من حق الميلان والسويدية والتويسة تحديدا إلى الاعتبار أنه هو النفط الملائم للمصافي السورية الموجودة لدى النظام وبتالي هذه الشركات إنما أشيئت بعلم وإدارة المخابرات السورية وهي الوسيط لداعش بنت النظام وبنت إيران وهي العمليات يعني الحرس الثوري الإيراني في اللوجيستيك وفي تملك كثير من المشاكل طيب سيد ياسر هل ترجح فرضية أن اعتقال القاطر جميل قبل النظام تم دون الإعلان عن ذلك ثم تم الإفراج عنه هل هذه الاحتمالية موجودة برأيك ربما يكون عبدية الاعتقال تكون على خلفيات معينة بين الصراع بين أجهزة يعني نفوذ أدوات السلطة بين الفرق الرابع كما يعني سر مؤخرا على أنه وحاز على يعني من القصر الجمهوري على إعفال السيارات التي تمر محملة بالنفط من الشمال ربما يكون بعض الضغوط عزعج القصد والكرد الذين يأخذ منهم النفط وبالتالي نقلوا تقرير معين إلى النظام أنه لا يعجبهم كثيرا التعامل معه وبالتالي أوقف مؤقتا يعني كل هذا جائز لكن أنا باعتقادي في المحصلة النهائية كل هؤلاء ناس سيرقفوا كل هذه القطاط السمال التي أتت ما بعد الثورة السورية أو ما بعد اندلاع الثورة السورية ويعني خراب مؤسسات النظام وعجزها عن تأمين النفط بالصورة المؤسساتية للمواطنين إلا جاءت إلى هذه الأجهزة الخفية إلا جاءت إلى إقامة إدارة كاملة للتصرف بمواضيع شائكة بالنسبة لها طيب متى دخل محمد حمشو على خط التهريب؟ المعلوم أن حسام قاطرجي كان المعنى الأول بهذا الخط تحديدا هنا لابد من المراعب لأن النظام عند النتيجة ربما أقول فيما لو صح هذا القبر ربما يكون هو أيضا بضغوط إقليمية معينة على أن الإقليم لا يتعامل مع عصابات لا يتعامل مع مؤسسات يعرفوها تماما يعرفوا مراجعة الاستخداراتية ويعرفوا إلى أين تكون ومن الجدير نذكر أن الوزارة الخزانة الأمريكية من 2018 وضعت حمشو وشركاته على قوام الإرهاب والآن في 2022 هناك مؤسسة تدعى استهداف تمامي للإرهاب وهي تضم بعضويتها المولكة العربية السويدية وأمريكا أيضا في الشهر السادس من هذا العام وضعته أيضا على قوام الإرهاب على اعتبار عمليات التمامي المتبادل بينه وبين داعش والحرس الثوري الإيراني ربما يقول أن الأطراف التقليمية لا تقبل التعامل مع عصابات وتاعها وتنأى بنفسها أن تتعامل مع من يضع وفسهم على أوائم الإرهاب وبالتالي لاجئ النظام إلى التجار التقليديين إلى الطبقة الأولى التي أنشأها من بعد التسعين أو من بعد تمكن النظام من السيطرة على سوريا وإيجاد طبقة أخرى غير المعروفة أصلا وتاريخيا في سوريا ومن ضمنهم محمد عمشو ربما يكون لجأ أيضا مرة أخرى إلى أن يظهر للعالم على أنه لا هو سيعود إلى القاعدة يعني قاعدة رجال الأعمال المعروفين وقاعدة رجال الأعمال الذين يكون لهم دور وبالتالي ظهر من جديد اسم محمد حمشو كاسم يطرح النظام للتعامل يعني في التسيير يعني الأمور بين الأقليم وحتى دوليا بتعادا عن المنظومات الارهابية لكن سيد ياسر يعني فكرة العودة للقواعد التجارية الأولى بالنسبة للنظام أليست محل شك خصوصا أن رامي مخلوف كان هو ركيزة هذه النظرية والنظام قام بالضرب به ألا يريد مثلا مجوه جديدة والتخلص من رموز المرحلة السابقة مثلا يعني غسيل سمعة كما يقال بالتأكيد يعني النظام لديها أوراق يعني هو يتعامل بأوراق محمد حمشو أحد الأوراق كان مخلوف ورقة ويعني استخدمت لفترة معينة ويعني واختلف معها النظام وبدأت تصارع السلطة فأبعدها محمد حمشو لا يستطيع القيام كما قال مرامي مخلوف ربما تظهر بالمستقبل وهذا ما يؤكد ربما إن ظهرت أسماء أخرى تقليدية ما يؤكد هذه النظرية على أن النظام سيعود إلى القواعد التجارية أو رجال الأعمال الذين لهم سمعة كل هذه الشخصيات هي أرقام لدى النظام يزد فيها بالوقت المناسب ويزد فيها عندما يشعر حاجته يعني كلها بيادق لدى النظام سواء قطرجي وحسان مباراة قطرجي وغيرهم ورغم تنفقهم ورغم انتفاقهم كل هذا الانتفاق الذي بدأ على السطرة إلى أنهم يبطون أرقام يعني قطرجي لم يكتفي بقضية نقل النفط ذهب إلى أن يمتلك السياحة ويمتلك الفنادق ويمتلك الصناعة ويكون وسيط للإيرانيين بامتلاك المناطق الصناعية في حلب والمناطق الأخرى التي سيثر عليها النظام وبدأ يعني كوسيط مشيط جدا لدى الحرس الثوري الإيراني ربما يعني هناك شروط أقليمية جديدة للتعامل مع شخصيات طيب هذه الصلاة التي كانت أساس العلاقات بين هؤلاء الأشخاص الذين تذكرهم مع دول مثل إيران وروسيا ألا يمكن أن تقدم لهم غطاء وحماية بشكل أو بآخر أبدا لا بد من يبدأ غير مؤهل يعني أنت عندما تتكلم عن رجل أعمال لو سيرة ولو تاريخ مرجال يعني كرجل أعمال ومؤسسة اقتصادية قائمة ربما تنطبق عليها هذه الحالة لكن عندما تتكلم أنت عن نصوص عن ناس يعني هم عبارة عن رجال مخابرات ليس إلا لا يمكن أن ينتفقوا أكثر وسيكون أوراق بسرعة تمحى يعني رغم على أنه قطرتي يعني كل التقارير التي تنقل على أنه يمتلك من الرجال يعني كأسكريين واستطاع أن يجند بقدر ما يمتلك الجيش النظام ومع كل هذه الورقة وإن تضخمت وتراها متضخمة إلى أنه ستنتهي بلمح البصار مع أول قرار وسترى كل هذه الناس إن كانت لأنها ناس بلا عقيدة وبلا يعني هدفها مادي أعطاها 100 دولار في وضع هي لا تمتلك لعشر دولارات وبالتالي استطاع أن يجند وآخر تجنيد ليلة كان في حمص وريف حمص وخرجت دعوات تطالب يعني بوقف مثل هذه الأعمال ولكن حاجة الناس وحاجتهم إلى المال والمعيشة في الظروف الصادية صعبة جدا استطاع أن يجند كل هذه الأعداد ومع كل هذا وذاك هذه ستذهب في مهب الريع بقرار وثواني هذا أن تتكلم عن رجل ليس له علاقة برجل عادي كان يعيش في مدينة الرقة حدثت الثورة السورية هو مرتبط بين جنسة المخابرات استطاعت جنسة المخابرات يعني أن تعطيه أن يمارس مثل هذا الدور وبالتالي منذ العام 2014 يعني الناس كلها بتعرف على أن النفط في الرقة والمشاريع النفطية في الرقة يعني هناك تعاون بين النظام وبين داعش أيضا هناك من يقول سيد ياسر أن الاعتقالات تتم ممكن بغرض الابتزاز من قبل النظام يعني النظام اعتقل تجار في حلب اعتقل تجار في دمشق ثم أطلق سراحهم وكان الهدف هو اقتصادي مادي بالدرجة الأولى تحصيل جباية معينة لربما يكون هذا السبب أيضا مع حسام قاطرجي على كل حال شكرا جزيلا لك ياسر العيادة الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من الكويت شكرا مؤسسات الإدارة الذاتية تشتبك مع موظفيها بشأن الرواتب هذا ما سنتوقف عنده تشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة